طبعا معكم مشاهدينا مثل ما قلت لكم دكتور باسكار رعاة صار موجود معنا بالستوديو لحتى نتابع بهذا الموضوع يلي كان سبق وطرحه الأسبوع الماضي واجينا كتير اتصالات للصراحة مشان هيك رح نرجع نحكي عنه شوي ونطرح الموضوع الأساسي مع حضرتك دكتور يلي هو عدم الزواج والوحدة بس خلينا نحكي قبل عن الزواج والولاد وهالخلافات يلي عم بتصير بين الرجل والمرأة وشو رأيك بالاتصالات دكتور يلي هلأ كانت أول شيء كلمة صغيرة الأولاد بيتلاعبوا بالأهل هذه واضحة وكلما الأهل بيخافوا على أولادهم أو بيتوتروا كلما الأولاد بيلعبوا فيهم أكتر اللعب بيتم أكتر باتجاه الأم الأم أوكي فيه أفانتاج أنه موجودة كل الوقت بس الأم تتعب مع الأولاد وبتتعب وأوقات ما بتعرف تقسم وقتها مزبوط خاصة أوقات الولد الأول بياخد كل الاهتمام بيكون هو الطاب بالبيت بيجي التاني منصير ما فينا نعطيه وقت وما فينا نرجع أوقات نعيد الإكسperience ذاتها أنه ما رجع نعيد عن جديد نظهره نعمل له أكتيفيتاء وكذا أول مرة كتير حلوة وفيها التسلية بس تاني وثالث مرة بتصير كتير صعبة وأوقات تاني ولد بيجي تحمل هذا العوائق وهذا الشيء كتير بيزعوش نحن لاحظنا أنه أجمل شيء معقول تعطيه للولد هو الوقت بيلاحظ أنه الأهل يلي بيعطوا وقت إن كان البي إذا عطا أو الأم إذا عطا بيكون أقرب للولد وفي كتير قوات أمات تجي بتدلك عن بنت مثلا بنتها التاني أو تقول لك أنه هاي دي فيها شي ضده عندها شي ضده مثلا أو هالصبية عنده شي ضده منلاحظ أنه ما عم تعطيه وقت الوقت فينه موجود الوقت كتير مهم لأنه إذا بتقدر تعطيه وقت لقله لحاله وديك شوپنج مع الولد ما عم تعطيه وقت لقله عم تعطيه وقت لقلك وهو وريح معك إذا رحت سينما وكل الأولاد مع بعضهم ما عم تعطيه وقت للولد كيف تكون يعني قاعد أنت والولاد براس براس تاخده لحاله تعمل معه أكتفيتات بتنزل معه على ملعب بتنزل معه على بلاي جرانوم بتاخده عم حال لقلو تتتت انت ويال حالو بتحط بقيت الولاد بالبيت وهيدا الشي بيخلق لك ترابط كتير قوي بينك بينه بيصير فيك تخرقه وقال للولد بيرجأ للتلاعب هون بنعرف كتير اكزاملات في ست كان عم تخبرني هداك اليوم انه بنتا عندها طريقة وقتها تزعل منها وقالنا عمرها سنتين بتصير تحكي بس مع الخادمة بالبيت بتصير الام انا موجودة وبتصير بدي انا مع ليزا وليزا هي اللي بدي اتاخدني وقالنا مع ليزا وبتركبت غمرها لليزا والان بتجن بتجن لدرجة ان استعملت عبارات كتير ايسا تجاه بنتا بالنسبة لقلي يعني واحد ما بيعتبره ان لا اذا كان خانق مع التاني وهي نو برأينا الوقت هو الاساس جلسة نهار مع ورد والحال طميع يعني يلي خبرتك كمان هيدا شغلة بتصير يوميا بحكي عن تجربة خاصة مع بنتي عمرة سنة واربعة تشهر لانه بالليل بس واعي بالليل عم جري بكون شوي قصي معه ما بقى تعيت لي بتعيت بباك للوقت يعني انا مش موجودة بالليل صح هوك احسن بس انه اريح لي بس عن جد كأنه انا يعني حتى اذا طلعت بوجه نفس الشي ما مش شي فطري لهيك اوقات كتير بس سيدة مش دليل زكا كمان يعني زكا لو هنقدر واحد بيعرف وين مصلحته صح مهي تلاعب تلاعب يعني بيعرف مصلحته وبيش بطريقة زكية تنحرك الاشخاص بس ساعتها شو بيصير اوقات بيصير الان بده ترضيه للمنت او للولد بحالة طريقة وهون منفوت بمأزق الهدايا وبده راضيه بيصير عملها البده هي بس حتى هي ترجع ترو هوني بيكون في مشكلة بالوقت الولد بالنسبة له اللعبة والهدية منه تميني وجودك كانسان معه بالنسبة لان الرابط الاجتماعي هلا بنحكي عنه يعتبر اهم شي عند الانسان واكتر شي بيعطيه شعور باللذة اهم بكتير من كل الاعتبارات المادية الاخرى هوني الدكتور برح انطلق معك متل ما قلت على الموضوع اللي بنا نحكي عنه عدم الزواج والوحدة يمكن يكون مسؤولية الولاد هو عامل للشخص لحتى او حج انه انا ما بدي اتجواز بدي ضلني انا لوحدة من دون ما حدا يكون مسؤول مني او انا مسؤولة من حدا ميراي في عنا اسباب ترتبط بالرجل عنا اسباب ترتبط بالمرأة والسبب الاساسي عند المرأة حاليا هو التحويل اللي صار بالثقافة انه المرأة هي انسان منتج والمرأة بده تتعتر وقتها تجيبه لاده يعني الولد هو عبر بده يؤخرها بده يؤخرها علميا وثقافيا عمليا ومهنيا حتى بالمجتمع بده تقطع المجتمع لفترات من وراء الولد وشسديا بده تشوه وهيدي كتير ويردي والكل عم يشوفوها وصار حديث المجتمع كله خاصة ما يحطه صور هالحكيم التجميلي اللي عم يترجي بالمصدر كي بده يقيس وشفت هذه المرة الصورة يعني كان بالنسبة لحاليا شخص معقول يشوفها بدل انه لا في تشوه كبير هيدا هيدا الشي خطر صار صار الحبل والزيجة شي كتير خطر هيدا الفكرة هي عم تكون مغروزة براس المرأة قوات لدرجة انه النساء شوي صغيرة خاصة البيعانه من مشكة عدم الزواج صاروا شاطرين بكل شي إلا يعرفوا كيف ينقوا رجل صار كل شي بالنسبة لقلهم هيدا بيعرفوا يطلعوا مصاري بيعرفوا يخرقوا الشغل بيعرفوا يكونوا شبيهين بالرجل بس ما بيعرفوا كيف يشدوا الرجل حتى يكونوا معه وبيتساءلوا انه انا عندي علم وشهادة محامية كبيرة وبسافر ومصاري وعيلة وكل شي ليه ما احنا عم يجواجنا طيب شو بيكون السبب يعني الرجل هون بيخاف من يعني من البنتي اللي بتكون هالقدة عندها سئب حالة منتجة الى ما هنالك بحب هو يكون المسيطر ولا في سبب تاني بخليك من ما يقضي بصوبة رحلك شو اللصة لصة المرأة بهالحالة بتكون عم تلحق شو بيقولولة ما عم تلحق شو الرجل بحب بتالمرأة تقدر تعرف مظبوط كيف بدا تكمش الرجل بتالتحط حالة شوي بتياب الرجل وتشوف الرجل شو بيحب بعض الرجل بيفضل وهون في اكيد في هذه شوية قصة عم نعرف يعني تقريبا سقفية موجودة من الاف سنين بيفضل المرأة الصبية بيفضل المرأة اللي بتدل انه هي حلوة لنك بعض الجمال احساسة بعرف اللي عم قوله كتير بيزعوش وتالتا بيفضل المرأة اللي اذا شافها بالنسبة لقلو بتثيره كاثارة نسائية وجنسية وكاثارة انه بتجيب اولاد لهيك بيقولوا الرجل وقتا يشوف المرأة كتير ضعيفة محسكة اللي هي ما فيه دهن اللي هي انوريكسي شوي اللي هي عادة ما عندها ميعاد باللواعي دونك هيدا الرجل بيهرب منا بالنسبة لقلو هيدا الشي بيدل لشي بيزعوش وزيت الوقت المرأة الكتير ناصحة اللي كمان عندها اضطراب هرموني لا ارادة اكيد من ورا هيدا كمان الرجل لا اراديا بيبعد عنه لهيك المرأة اللي عندها نوع من الجسم اللي هو جدا مقبول اللي بتعرف فرجيه بطريقة الرجل يقدر يقدره بطريقة معينة عندها شانس اكتر لهيك المرأة الكتير متعلمة وهيك تقولك انه معقول طيب هيدا ما عنده شي وتغير تجوزت وعملت عائلة وجبت احلى رجالة شو السبب؟ السبب انه حسابات الرجل بتختلف عن حسابات المرأة ولهيك ضروري المرأة تقدر تدرس الرجل قبل ما تفود بها الرجل ما بيهمه بحياة المجتمع ما بيهمه المرأة بتقدر تعايشه شو ما كان وضعه الشمالي؟ بقائيا يعني اذا بدك سورفايفول للبقاء المرأة منا مهمة بالنسبة للرجل وبالعكس المرأة اللي بتطلع اكتر من الرجل تزعجه وبتصغره وبتزغره بالنسبة بالمجتمع بكل ما يكبر موقع بيصير هي الرجل بعدين يمكن هو كما ببطل يمليه لعينه اذا هي فيها جيب كل شي ما رح تطلب منه يعني رح تهمشه بشكل كتير مزعيش كمان في عدة نيقات يعني دكتور هلأ بنا نحكي عنها لازم ضروري حكينا شوي عن ضغط العمر هلأ يعني من الشي اللي قلته يعني اذا واحدة كانت عم تشتغل وهيك يعني اكيد هي منا كتير صبية يعني منا بالعشرينات صاري ثلاثين وعن بتقطيع ثلاثين بدك تعتبر تحت الثلاثين الشانس انه المرأة يكون فيه حبل من سيكل واحد يعني من تجربة وحدة هو تقريبا ثلاثين لأربعين بالمئة يلي هو يعد قليل اذا كان عمره أربعين الشانس خمسة بالمئة نونك شانس من حبل يتم من خلال مرة سيكل واحد كتير قليل لهيك بعد التفكير انه المجتمع كله والعيلي وكل السيستام بطور هالبنت باتجاه الزواج بعمر مبكر كله بلطشوها أصحابه وهي والعايلة والامة وباية كلهم هدفهم يزوجوها بيركدوا بهالمشوها لأنه بالنسبة لألون اكيد نحن بشعرين هالإحصاءات اللي عم نعطيهن نحن بس بيعرفوا انه المرأة كل ما تكون صغيرة شانس افضل لأله من انه تضيع عمره بالاعتبار بس تحتى تكون عم تقطع وقتها وزات الشي بالنسبة للرجل في فكرة كتير بهمة وصارت هلأ شوي ثقافيا كيف قلنا انه المرأة بتقول انه وانا لا الولاي بدوا يبتنجوني ويزعجوني لا وانا بدي كون ست بيت مش وقت هلأ وبكير بعدين لاحة الرجل فيه تفكير هلأ ثقافي انه مفروض يقطع بمرحلة غير ناضج عم يظهر مع أكبر عدد نساء وبيقدر يحصل عليهم عم يصرف كل مصرياته وإلى ما هنالك هيدا المرحلة عم تمتد شوي صغيرة لفترة كتير طويلة عم تمت من العشرين للأربعين وطلوع عم يوصلوا بالأربعين بعدوا بهالمرحلة الغير ناضجة بدك ايما تشور وبتمد بشكل كتير طويل بس هون الرجل يعني دايما عنده حظوظ أكتر نعرف حتى يعني علميا وهيك انه بضل فيه مجال هو الانجاب عنده أكتر من المرأة اللي بيكون في عنده انقطاع الدورة الشهري ما إلى هنالك بيكون هو تسلب حياته عمل كل شيء يمكن ظهر مع واحدة ست سبع سنين اخر شي لقيها صارت كبيرة بيتجوز واحدة عمري 25 قام بيقلب هون كيف يعني لا بمعنى انه بيقولوا بنقي صديقة بشكل وبنقي الزوجة بشكل أخر ما هيك انه خلص بفكر بالانجاب يكي اوقات كتير بيخلي الزوجة موجودة حتى هو بيقسس حاله بهالوقت بيكون عنده واحدة تانية وفي كتير قوات وأكيد بنسمعوا هذا الشيء بيزعو جدا تقول الصديقة انه انا ما عندي مشكلة عنده حدا تاني بس نحنا انا ويه فيه نوع من السيستام الصارم من احد خاصة على الاجنسي هلما نحكي عنه هاي دي بالنسبة له بتشكل المرأة الصالحة هلأ هون ما بيكون عارف شو عاملة ما بيكون عارف شو عم تعمل وهو دي الشغلتان كتير مهمين وما بيعرفهم دونك بنا نعتبر انه عدم المعرفة هو جزء أساسي تحت الواحد يقدر شوي صغيرة يمشي بهالسيستام اللي عم نحكي عنه لأنه قصة الاماتشورتي او عدم النضوج في كتير أهل عم يخافوا منه هلأ خاصة بهال العصر طبعا عم يوصلوا للثلاثين بيبلشوا يدقوا عليه للرجال على رأسه انه بلش جمع مصاري دونك أساس الزيجي يكون عنده قدرة مدية بلش عم المصاري بلش تري بيت تيكون عندك أساس تشتغل عليه أحضر ما يحط مصرياته اللي معقول يطلعون على الكازينو او على السفر او على النساء كيف ما كان أفضل يجمعون يعني أول شي بيجربوا ينطجوا الصبي بالقدرة المادية في كتير بيشتولوا حاسسوا انه صار عنده كلمة بين العالم انا صار فيه اظهر اذا تعرفت حالا هيدا شي صح ولا شيء يعني كيف بتلاقيه كيف تنزله لازم يعتمدوا هذه الطريقة؟ يأخذ أرمونات وقت بدوا يعمل يكبر عضلاته مانوش جي طبيعي هيدا نوع من دفش النضوج بشكل أساسي عند الرجل حتى يكبروه بشكل سريع نحنا منعتبر النضوج بدو يجي منه لحاله حسب الأعمار ما فينا نجبر حضن ما فيك تقول فيه أشخاص بالخمسة أربعين يتزوجوا بيكونوا كتير مرتاحين وبيبني عائلة كتير حلوة بس في عالم بالعشرين بيركود بدو يتزوج وهنا تدخل قصة الجنس خلينا نبليش بهذه النقطة دكتور بالجنس تحديدا وعدم الزواج حلق ليكي بكل مجتمعات بدك تعتبري بعضه ينظر إلى مسألة الجنس خارج الزواج كشي شائن بالفعل يعتبر من المنمني ويعتبر أنه حتى دينيا أنه ضرورة الزواج هو للحصول على الجنسية حمي حالك من جميع النواحي إن كان بنا نعتبر وهذا شيء العالم كتير بعرفه قصة البلول أو حبوب منع الحمل ما تثبتت بأمريكا من قبل إدارة الأدوية الأمريكانية الـ FDA إلا من خمسين سنة يعني سنة الستين ثم بعدها لسنة الستين كانوا بعد عندهم مشكلة إذا حبلت ممنوع تقدر تمنع حالة ما تحبط ثم بعدنا لهلأ الفكرة هي إنه الزواج هو الكادري بيحمل الجنس مع تفكك هالأنظمة وهالأيام ما بقى الزواج هو ضروري لجنس بمجتمعات الغربية وهذا شيء عم يتقل تدريجياً للمجتمعات الشرقية يلي عم تاخد هالفكرة لونك عنا نقطة من هالشغلة اللي بيتزوجوا بشكل مبكر عادة بيكونوا ملتزمين شوية أكتر وملاقيها عند شباب في كتير شباب يعتبر أنه أنا ماني بيوردوا حبرهم على كتير نساء قلقت أمراض ضايع حياتي أنا بفضل التزم بواحدة من عمر صغير بتزوجها ومشي أنا وياه والمرأة ذات الشي في كتير أكيد العائلة كلها بتتفشوا أنه في خطر أنت عليك من هالناحية مفروض نمشي لهيك يعتبر الجنس واحد من ركائز الزواج من ناحية تخلي هالشغلة ما تكون غريزة بحث وتقدر الدمرك لونك بعد فيه كتير نظرية موجودة من هالناحية من تاني شغلة فيه توجه الجنسي هيدا نقطة كمان واحد ما كتير بانتباه لا يمكن أو ما بفكر فيه أو الأشخاص ما بتوحيله كمان كان يشتكي أنه خايف حاله يكون غاي أو شاذة جنسية جربت أطرح الموضوع معه قلت له إرساله خمس سنين عم ينبش على مرأة وما عم يلاقي واحدة يتزوجها ففكر قرع على الموضوع أنه باللواعي طبعه هو معقول يكون غاي ولهيك عم يرضى حاله يلاقي واحدة هوني أكيد أنا بطريت فصل الموضوع كله وشله كلها الأوهام من رأسه بس بعد فيه فكرة مجتمعية أنه الشخص اللي ما بيتزوج فيه احتمال يكون مثيل الجنس كانت أوهام عند هيدا الشخص عن جد؟ يعني شامس سنين ممكن واحد كانت أوهام لأنه اكتشفنا عبر العلاج أنه عنده طريقة معينة بعدم إبقاء المرأة أنه عنده شعور لحاله كتير دونة وهيدا الشيء كل ما ينوجد مع مرأة ما بيعرف يقوم بالعلاقة بدال يحس أنه هي شو عم تعمل معه وهي كتير أحلى منه هي بسموها بتوطي حاله كتير ودمرت له كل علاقاته وضطرينا نشتغله عليها حتى بعدها نقدر لقى حالة بس الفكرة هي أنه بعض الأشخاص يلي ما بيتزوجوا بخوفوا المجتمع أو بتقول فيه عندهم مشكلة أكيد بيه هيدا النقطة فيه عندهم شي شزوز بمحل معين أنه مش معقول خاصة إذا كان شاب حلو مرتاح أو وضعو وعنده مركز مهم ومانه مجوز إنه شو الموضوع؟ ومانه مزوج عنده القدرة المدية شو المشكلة اللي عنده إياها لهيك فيه كتير مجتمعات بيطلع لهالنقطة وهيدا الشخص طبعا ما بيننبذ يعني بيصير ينحط برات كهذا المجتمع إنه حلو يجي لعنا بس ما بيجي بالويكان نستقبله بس بالجمعة نتغدى معه بره بس يجي يقعد مع العيلي ما كتير بالقوة مهضومة هيدا بيلاقوة كتير الموظفين بين بعضهم بالشغل بيكون واحد منه مزوج منه جاي ولا شي ولا شاذ صعب بالنسبة لقاله يخرق سيستام عيال بيصير تفوت بعيال بيحس حالو أقشي ممكن حتى الولاد بيسألوه وين مرتك هو بينبس حالو كمان؟ هو بيصير تدرجيا صح بيصير فيه وحدة لأنه هو ما نختار هالشغلة هو ما عم يقدر نلاقيه وبذات الوقت عم يشوف إنه كل هالمجتمع عم بيروح بهالاتجاب حتى البنة فيه كتير بنات بيقولوا إنه أنا ما بقى عندي أصحاب كلهم تزوجوا كلهم بعمر تزوجوا عندهم وهمي على فكرة ببعده ببعده عن الأشخاص يلي تزوجوا لأنه بتوجعون الفكرة فيه كتير نساء بين وجعوا جدا من الموضوع بيقولوا خاصة إذا كان فيه صدمة كمان نفسية وفيه خسارة لشخص الوجع كتير كبير حتى فيه دراسات فرجت إنه وجع الانفصال يعني وقتها تكون شخص مع التاني والتاني يتركوا بيشبه الوجع العادي بكل النواحي مناطق الدماغ هي ذاتها بتحرك والمواد الوجع هي ذاتها بتحرك بالجسم وقتها تخسر حدا إيقال الوجع عادي ألم يعني العادي ألم العادي بكل الجسم وبكل التفكير لهيك بالنسبة لقلنا أوقات كتير بعد صدمة هذه كمان نقطة مهمة هي أساس للإنسان ما يعود يسترجع يفوت بعلاقة عاطفية وهون يشغل كتير كتير كبير لأنه منلاقي الشخص جدا طبيعي جدا قادر يقوم بعلاقة بس تعي حطوا بهالمشروع بيقلك إنه أنا انواجعت مرة ما رح انواجع مرة تاني ومنعمل جنازازيون نعمل تعميم كل رجال مثل بعضون وكل النساء ورا مصرياتك هذه إذا بدك الرجال كلهم بدون ساكس والمرأة كلهم بدون مصاري هذه الفكرة اللي هي بتكون موجودة عن هذا الشخص يلي بيعتبر إن كلهم مثل بعضه أنا ما رح لقي حدا يقدر يفهمني أنا عندي شخصية كتير معينة ما بيقدر حدا يفهمني وبيصير أكيد مثل ما قلته وحدة وانعزال دكتور قولي ما قالهم عليها بالأشخاص اللي بيخافوا من فكرة الارتباط يعني في ناس عندهم هلع يعني بيصر لهم إنه لا بليز أنا مبدأ جوز هيدا الخوف من الارتباط غير الحالة عم نحكي عنها غير لأنه هيداك بيكون إنسان مرتاح كتير عوضه ومبسوط وأهم شي عنده إياها غيره ما عنده إياها هي الحرية وبالنسبة له هيدا شي مقدس وبيحارب كرماله وبيضحك على كل المزوجينه على عيالهم بالنسبة له الموضوع هيدا الإنسان بيقولوا بيعم باك فاير ترجع ترتد عليه العملية بعد عمر 55 أو 60 وقتين وجد حاله أكيد وعندنا كتير أشخاص عندهم هالحالة بيجوا ويعني بيصيروا ميتين بديوا يلاقوا حدا بيعرفوا إن يمكن ما بقى فيه رب وعائلة بس بدهم حدا شريك معهم بالحياة يكمل معهم الحياة وهون المشكلة إذا جيبوا كبير بالعمر ما بيرضوا عنه وإذا كان صغير بالعمر بده ولد فتنا بمغلطة متعبة لهيك عادة في كتير بيطمحوا للزواج بس يكون عندهم شريك حياة وثابت بالنسبة له كمان يعني بنا نفوت أكتر دكتور بالأسباب عند المرأة والرجل من عدم الارتباط هذه الفكرة والوحدة أوقات كمان نشوف دكتور أو إذا نتعرف على شخص أعزب عنده كل المقاومات يعني اللي بتخليه يكون مجواز وعنده عائلة ولذيز ومهضم وهيك وما بوشي وما عنده أي ميول جنسية بصير فيه مثل هيك أفكار براسنا أو منستنتج إذا بدك بلا ما نقله أنه هو على علاقة مع شخص مجوز يمكن ومش قادر يكون معه أو معه مشان هيك وقبلين بهيد الحالة ومستمر فيها هيدا فينا نحطها كمان بهيدا يعني ألخاني ولا لأنه هون ما في وحدة يمكن ولا في وحدة بزول وجود علاقة تاني هيدا تحديدا تم تفسيرها من ناحية نفسية أشخاص هني بكونوا مثل ما قلت من شوية الفابك يلي هني عنده خوف من الارتباط فبيرتبطوا بأشخاص صعب يتجوزون هيدا كله بيشتروا باللواعي عندهم الرجل بيرتبط بمرأة أكبر منه بيكون عمره ثلاثين بيكون مرتبط بعلاقة غرامية كتير جدية مع واحدة عمره بالأربعين ومزوجة أو حتى بالأربعين منا مزوجة بس الفرق العمر شاسع فيه اختلاف بالدين كمان بعد شوية يعني بيحط جميع البلح والبهار العوائق يلي ملح تخلي جوزها يلي ملح تخليها تمشي وبيعتبر انه الحب يتخطى العمر ويتخطى الدين وكل شي وبنادي فيها وببشر فيها على الأسطور وبالنسبة له هيدا شغلة أساسية زيت شي المرأة بترتبط برجل يا بيكون أصغر مننا كتير يا بيكون متزوج مثل ما قلت وبتمشي بهال مشروع ما حدا بيعرف بتكون حامية حالة بهذا نحن حامية حالة وراديو مرتاحة والأهل منه عارفين ما حدا ندريانه عم تمشي بعلاقة يمكن هو الباص طبعا بالشغل يمكن هو شخص تعرفت عليه بس هيدا الشيء أكيد بالنسبة لأنا تدميري والسعر كتير خطن مع الوقت ما فيك تصدق المتاعب اللي بتصير لأنه بعدين بتوصل بعمر هاي الصبية مثلا مرتبطة بشخص أصغر مننا غير ناضج تماما يعني بتشوفوا على كيلومتر أنه هيدا ما في بالمدى المنظور يتزوج أبدا لا المنظور ولا البعيد ولا غير المنظور ولا غير المنظور وبتلاحظ أنه وصلنا بمشكلتين أول شيء بدك تتركها هيدا شيء كتير كبير عم بتحكي سنين من العلاقة الحميمة والعلاقة العاطفية الأوية لأنه اتنيناتهم كان فيه عدم تفكير للزواج تقول ليه بدك تتركها إذا هي مبسوطة ولا هي بتكون وصلت لمحل مزعجة بتكون هي كل الضغط عليها أطنان من العيلة إنه شو عم بتعملي معه مع تهديد لشخص تقلق برضي تركوها إيه وبتجي هي لعندك بها المهمة دونك فيه أول مهمة تركها إيه أتنين ترجع تقنع الله كتير لك يا دكتور مشكلة كبيرة لأنه مهمك كتير لأنه بيصير فيه أوقات شعور إنه الحب شي ما بينفهم أي إنه شي مثل رح أعطيك مثل تعاطي المخدرات كتير في كتير أشخاص بي تعاطوا بيواجهوك لألك الطبيب إنه إنه أنت مبت تعاطى كيف عم تفهم شو عم نحس دونك أنت معم تفهم عليش شو عم نحس وبيجي من هالطريقة إنه أنا ما بقدر بتصير تقلل إنه ما في كترون عن طبيب بي تعاطى طيح حكمك وقال له صار هو بدي يتعالج كمان لهيك المشكلة كمان إنه في كتير أشخاص بيحاربوا إنه الحب هو مفهوم جدا شخصي وما حدا بيفهمه إلا هو الشخصين دونك لا الأهل بيفهمه ولا الطبيب ولا الإخت ولا حدا لهيك بينعزلوا بتخبي الموضوع إذا قلت لأ إختها بتعايت عليها بتخفي الموضوع أنا ببطل جبلة سيفة وبتصير قدام كل عائلة إنه أنا تركته بس أكيد فعليا ما بتكون تركته والمشكلة بتصير تجر دونك أول مشكلة هي إنه تترك هايك شخص أو الرجل يترك هايك مرأة وبذات الوقت معناه ترجع تحوله تفكيره بإتجاه إنه إذا بده يبني علاقة ما يوصل بعد كم سنة كمان له حيث مزدود في منوء أوقات هو بيصير بده يطالب بيزواج من شخص يعني هو متزوج صادق واحدة متزوجة بيصير ضغط عليه بيطلقت أتزوجك هي ما بده تدمر عائلتها طيئة إنه يمكن عندها عنده أولاد وجوزة كبير نحمد ديان ومنه موجود وعنده هالصبير بالنسبة لقلة ماشي الوضع في إكيديبر وبيجي هايك شخص تاني بده يحط فرقايا عبقى البيت وبده يدمر السيستام كله وبيصير في إنه هيدا لونك لهيك نحنا منعتبر الأشخاص يلي بنقوا تنقيات صعبة ومستحيلة هني أشخاص يمكن باللاوعي رفضين الزواج وبيكونوا بالنسبة لقلون شغلة مستحيلة لهيك بروح بجربوا على الفورميول يلي ما معقول يطلعوا منه دكتوريك إذا سريعا قبل ما يخلص وقتنا تقريبا شي خمس دقايق يعني حكينا مثل كأنه كلها سيئات الواحد أنه ما يكون متزوج ما فيها منافع القصة؟ أول منفعة إذا بدي هي الحرية أول منفعة يعني فيها شيء ما في شيء بالدنيا نيجاتيف كل الوقت ميراي في شيء اللي هو بوزيتيف كالكوبات دونك بدائنا نحنا المنفعة الوحيدة هي الحرية دونك نحنا هون بنطلب الأشخاص يلي ما عم يقدروا يتزوجوا وبدوا يستفيدوا من حريتهم على القليل يعني إذا ما بدوا ترتبطوا عرفوا كيف تعشوا بهذه المعنى قدي في نساء بيقولوا لنساء بعد ما جابوا أولاد بيقولوا لن بصتي هلأ بكرة بقت يجيك ولد بقت في كتر حركة ذات الشي المرأة اللي هي متزوجة مفروض تنصح شركتها صديقتها يمكن لا بك ما بتحبها عرفات ما بتعطيها نصيحة تقول لا يلا يلا فت معي بالله لهيك أول شيء الحرية مفروض تستفيد منها قدمة فيها مفروض تعيش كل لحظة مفروض قدمة فيها تجرب شوي صغيرة تفهم إنه مش دايما الحق على الرجل هيا إذا بدك من ناحية النساء المرأة بتقول أنا ما تزوجت محدة جالة عندي شو بدك أعمل؟ أنا مرأة معقول نبش المرأة عندها واجب شوي أو شيء متل ما قلت تهتم بحالها ما تركز فقط على الشغل يكون عندها الكوتيل أنثوي كمان هي شغلة كتير من الماء وتجرب قدمة فيها علاقاتها الاجتماعية يكونوا عالي تتنوجد بهالنطاق المعين هلأ مع عصر الفيسبوك والواتس أب وهيك نحن اللي بيخوفنا مش قصة حدا يلتقى عبر حدا على الإنترنت بتصير وفيها توضي لنتائج كتير حلوة نحن من خاف منه أنه ما يكون في حياة اجتماعية حدا يعني بس يكون اللقاءات كلها عبر الإنترنت واجتماعيا نحن من خاف من هالشي لأنه بيوترنا ومعقول ننوجد دايما أشخاص ما منعرفه لهيك مفروض دايما مرحلة الإنترنت تكون بالأول بعدها يصير فيه لقاء شغلة كمان كتير مهمة هي بالنسبة لألنا أنه الإنسان من زمان دينيا كانوا يعتبر لم يتزوج شغلة منيحة خاصة عند المسيحيين آه يعني يبلتزموا بالحياة الدينية صح لا بس يعتبروا كانوا يعتبروا أنه أنا ملتزم دينيا دونك أنا بعد ما عملق الشريك تبعي ويمكن فوت بحياة دينية معينة بس الفكرة هي أنه الموضوع هلأ ما بقى كتير محبت حتى رجال الدين إذا ما شافوا توجه عند الشخص أنه يكون رجل دين دغري بيقولوا له أن الزواج واجب يعني ما مفروض يعود يعل السنين هو قاعد يقول أنه أنا عمكون كل الوقت متدين وأنا هالموضوع كتير بيخدلي من وقت نحنا بيخوف بيخوفت الموضوع الدين أوقات خاصة إذا كان زائد وخاصة عند النساء لأنه هيدا بيدل أوقات لخوف اجتماعي دونك بيكون عنده مشكلة كيف تواجهه اجتماعيا كيف تجذب الرجل أو تتعامل مع رغباته لأنه رجل يمكن يطلب أول شي شوية بوسة أو حنين أو هيدا المرحلة حتى بالنسبة لألة تعتبر خطيئة أو تعتبر تقرب خاطئ أو كيف أنا بدي أعمله وهيدا مش كبيرة لأنه بعصدنا هلأ إذا حالة رجل ما معقول يطلب بس أنه نقعد عباعد كنابي والأهل بيناتنا عم نحكي كما كانوا من خمسين سنة مبرزا كانوا حتى هيك فكرة مفروض إذا كان فيه كتير هالانغلاق ينتبه الأهل أنه البنة ما يكون عندها نوع من الخوف الاجتماعي اللي ما بينكسر مع الوقت هي كمان بالتربية في كتير من الأهل أو الأمات أنه شو في بيك شو عمل هيدا يلي بتجوز يعني بتسمع كتير أوقات خبرية أو يمكن هلأ دكتور بهيدا العصر أدبا بتسمع بحالات طلاق كمان الواحد بيصير يخاف أنه شو بدي بتشغلي بتجوز بطلق تسمع هيدا الخبرية كتير نحن برأينا قصة الأسباب اللي بتدفعك لتتزوج هي زيتا بتدفعك لما تتزوج يعني إذا أنت بصغير عايش بيحبه بحنان وبيجاوه عاطفي جدا والعائلة بالنسبة لألك كتير مهمة وحلوة بالنسبة لألك شغلة بيصير ترغبة وبزيت الوقت إذا أنت كنت عايش بجاوه ما في حنان وإذا كان خاصة الشخص من الجنس الآخر عنيف معك بالبيت يعني إذا البنت البيت كان عنيف معه هيدا بيأثر شوية صغيرة لاختيارة للرجل إيا بتختار رجل بسرعة جنونية تطهرب من البيت وهيدا أكيد بيوصل لطلاق ما نعم لاحظ يعني بيعيشوا أربع خمسة سنين بيكون بجوا عن جديد أكيد لأنه بعمر كتير صغير ما بتكون واعي والشوية تبعها بيكون بس أنه بدي رجل يحميني سوى بتنزل تحت هدى بيت أو مظلة رجل تاني بيكون عنيف أدباية يمكن أكتر لهيك نحن أو بترفض الزواج نهائيا وبتقول لك أنه أنا ما رح انغمس بها المغامرة ويجي حدا يتملك فيه ويبهدلني مثل ما بيقولوا ما فيك تنقي أهلك وبذات الوقت ما فيك تنقي ذكرياتك سوى الذكريات بأسروا كتير وهيدي واجبات للأهل شو بدوا يعطوا صورة للأولاد هناك كتير قوي بيقولوا أهل أنه نحن نويين نطلق بس خافين كل الموضوع عن الأولاد بطريقة ذكية أنا بعتبرها هي نضوجة كتير قوي ما فيهم الأهل يعدوا يفتحوا للملأ قدام أولاد تحت الثلاثة عشر أو تحت الثلاثة عشر إنه موضوع طلاء وإنه نحن نمطق بعضنا أو كل واحد بدي يترك الأولاد ما عندهم هالقدرة يفهموها صارت هنالكبار ما بيستوعبوا يعني فكيف إذا كانوا بعدهم صارت تنقشون فيها كمان قبل ما تعملها لا كتير خطرة وأهل كتير بيصيروا يجربوا يشدوا الأفراد لبعضه خاصة إذا عارفوا والتاني بدوا يطلق سيقولوا له أمك بدأ تفل من البيت أمك عم تنوي تفل وبيقلبوه حرام دائما بهالشغل الأولاد ضحية كمان هذا موضوع دكتور فينا نطرح ولا ضحية أنت عم تقولي الأولاد الضحية في ذكرة بدوا يتركوها لبعدين في شي بدوا يصير فيه غلق هننا بدورنا على كبر أكيد أي أكيد لهيك نحن نعتبر أوقات أنه الشخص الما بيتزوج كمان بيقدر يحمل بداخله عقد كتير دفيني وهيدا الشيء أوقات صعب هو يشوفه أو يفتح بالموضوع بطريقة هيني يجي إليك أنه أنا عندي من زمان ذكريات معينة يشل إياهن لهيك نحن أوقات منجرب شوية نشتغل على الواقع أكتر ونسهلها للعملية بس حتى نشله الموانع تحت هو دغري بالنسبة لأله يرتبط في كتير أشخاص بدوا كتير يرتبطوا وبيعدوا سنين ما بيرتبطوا وبعدين تحكي مع الأهل بيه لكي بدأت تزوج انتقائية بشكل بيزعوش هو مصبوط بيكون هاي بتكون انتقائية هلأد يعني بتكون هي مصعبة إنه إذا شوية مثلا بينت صلعته ما بدا يه خلص سكرت عليها بيكون هو جنتمت هوني في مشكلة هوني البنت بدأت تزوج يعني دكتر قدي عندها مشكلة بشتخصية قدي شغلكم ماشي قدما الناس عن جد يعني ما في حدا نخال من العقد وإذا الواحد بدو يحكي بعد من المواضيع يعني إلا ما يلاقي شيء ما معقول فيعطيكم ألف عافية وإن شاء الله ما تتأثروا بعقد الناس دايما هيدا هو السؤال عن المعالجين النفسيين أو الحكمة بهيدا الاختصاص إنه هنه كمان قدي بمنأة قدي بتستعملوا سياسة النقي بالنفس عن العقد نحنا وقتنا نطع هيك سريعا صدق نحنا برأينا الأشخاص يلي بيقدر يقطعوا ويعيشوا مع عقدهم في محال معين ويكملوا بلا ما يتعلجوا هنه أشخاص بيستعملوا شوي سلف ديسابشن سلف ديسابشن يعني نوع كسبة صغيرة على الذات تكسب على حالك شوي وبتمشية بتكون الشخص شايف عنده مشاكل أنت معه بتقول ما علي بتحمله ما علي هو بيروحوا مع الوقت يمكن أنت عارف ما رح يروح وبتصير أنت تمشية بس حتى توصل للبدكي دكتور باسكار رعد لك مرسي كتير أهلا وسهلا فيك نحنا منشوفك التاني المقبن على راد بموضوع جديد أكيد مشاهدين رح نكون مع فاصل ومنجرى أن نتابع معكم